اهلا بكم ردا على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نقل عدد من وسائل الاعلام عن مصادر عين التين قولها من كان الكلام لا يكفيه لعل الصمت يشفيه اكد رئيس الجمهورية رماد ميشيل عون انه على رغم كل ما يجري فانه لم ييأس من وصول المبادرات الى حل مع وجود العقلاء شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي نعطها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية موقف الرئيس عون نقله عنه النائب لواجم جميل السيد الذي استقبله اليوم في بعبدة واجمعه جولة افق تناولت الاوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات الاخيرة ومواقف الاطراف منها كما انتقى الرئيس عون رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي هلال الساير بحضور سفير الكويت في لبنان عبدالعالي القناعي رئيس عون دولة الكويت والجمعية على المساعدات التي قدمت للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت كما وجه رئيس عون برقية تهنئة الى الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة ومؤكدا على علاقات الصداقة التي تجمع بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية هذا وابرق الرئيس عون الى الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريز مهنئا ايضا باعادة انتخابه امينا عاما للامم المتحدة ومؤكدا على تطوير العلاقات بين لبنان والمنظمة الدولية في المجالات كافة اعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله ان معامل الترابي بدأت بطرح 18500 طن يوميا من انتاجها في الاسواق مشيرا الى ان الخطة تقتضي الوصول الى طرح 20 الف طن يوميا خلال هذا الاسبوع وفقا للسعر المتفق عليه واشار الى ان الخطة تقتضي طرح 600 مليون طن من الترابي في الاسواق خلال 300 يوم وان هذه الكمية ستكون تاريخية غير مسبوقة في تاريخ لبنان حب الله شدد على ان الخطة الحالية للوزارة للاشهر ثلاثة المقبلة تهدف الى تأمين الاسمنت كسلعة صناعية استراتيجية مع المحافظة على المعايير البيئية في المقالع والمصانع وضمان استمرارية العمال في المؤسسات وتأمين السلعة باسعار تنفسية ومقبولة للمواطنين كما شدد على ان تصدير الترابي الى الخارج ممنوع حاليا بمجاب قرار غير مسبوك تخذته وزارة الصناع عبر مرسوم استثنائي لحماية البيئة وتأمين تواجد المادة في الداخل نهاية الموجز الى اللقاء